من ناحية تانية هي مصر الحقيقة طول الوقت أو بالأدق خلينا أقولك إحنا في خلال كام سنة القليلين اللي فاتوا دول 8 سنين 8 سنين في عمر الأمم حاجة قليلة تكادلة تذكر ومش هكلمك على فكرة ما فعلناها اقتصاديا أو في البنية التحتية لكن الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في حاجات ما كنتش مطروحة على بالنا ومكنش بنتكلم فيها ومكنش بنفكر فيها ولو ذكرت كنا يعني نذكرها وإحنا بنقولي أدي الله ودي حكمته الأمر لله هي البلد هتفضل مش ملتفتة لكده زي مثلا نجي نتكلم على والله مثلا وضع قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة وحقوقها كنا بنقول أدي الله ودي حكمته وضع الأطفال بلا مأوى أدي الله ودي حكمته وضع كبار السن على سبيل المثال كل دي أمور كنا عندما نذكرها زمان مش من زمان قوي يعني تبتكلم من عشر سنين اتناشر سنة خمستاشر سنة عشرين سنة كنا نقول كده أدي الله ودي حكمته الدولة أصبحت هي اللي بتطرح هذه القضايا يعني مش بس منتظرة أنه يتم الطرحة عليه هي اللي بتطرح ده هي اللي بتأكد اهتمامها في الإطار ده أكدت السيدة انتصار السيسي حرص الدولة على الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع كتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية في اليوم العالمي لكبار السن ما جاء نصا أعرب عن عظيم تقديري واعتزازي لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من الغطاء لذا يأتي هذا اليوم لنؤكد على ضرورة الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص تواجدهم ومشاركتهم في المجتمع وهو ما تقوم به الدولة المصرية على أكمل وجهة ضمن برامجها المختلفة نقطة وينتهي كلام السيدة انتصار السيسي خد بالك فكرة المشاركة في المجتمع أهلينا أبهاتنا وأمهاتنا الكبار يحبوا جدا مسألة ان هما يبقوا مشاركين احساسهم بان يبقى لهم طول الوقت دور وفاعل مش ان هما يبقوا مجرد قاعدين في البلكونة بيشربوا شاي بلبن واحنا نخدبهم بعنينا هما مش عاوزين كده بس هما هيبقوا مبسوطين بانه ولادهم والمحيطين بيهم مقدرينهم وحبينهم ومدلعينهم إلى هذا الحد ثم بيحبوا مسألة أنا لازم أبقى مشارك فعال وبناء أنا لسه عندي طاقة أيا كانت طاقة حاجبها قد إيه أنا لسه عندي طاقة لسه أقدر قدي من أبسط الأمور لو أتلاقي مثلا إيه عنده دور جوة البيت عنده دور في عمله يستطيع أن يكتب أو يشير أو يساعد أو وهكذا هي دي فكرة المشاركة وده اللي برضو مكناش ملتفتين ليه على الإطلاق وكنا بنتعامل معهم باعتبار عارف أنت ربيع العمر يعني خلاص كل سنة وانت طيب انت تقعد وتبقى على رصنا وعلى دماغنا وميد فل بس ما تعملش حاجة خالص ليه؟ لازم يشارك اديه له حقه ده اديه له الإحساس ده لأنه ده اللي بيساعده على الحياة وطلط العمر وربنا يبارك في أعمارهم جميعا